دائماً بسم الله نبدأ نرحب بك معنا في مقرر تنظيم حاسبات 2 تصحبنا أنت في الباب الأول من هذا المقرر بعنوان Central Processing Unit ومعاً نذهب إلى الدرس التالي Chapter 1 Lecture 26 Berkeley Risk 1 في هذا الدرس سنعرف ما هو Berkeley Risk 1 وما هو شكل الانستركشن لهذا الحاسب Berkeley Risk 1 Instruction Formats وسنستعرض بعضاً من تعليمات هذا الحاسب Some Berkeley Risk 1 Instructions نبدأ بمعرفة Berkeley Risk 1 Berkeley Risk 1 هو حاسب وهو حاسب تم اختراعه في جامعة كاليفورنيا في Berkeley في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الحاسب من النوع Risk لذا اشتهر باسم Berkeley Risk 1 ما هي خصائص هذا الحاسب؟ أولاً هذا الحاسب له 32 Bit Integrated Circuit CPU هو عبارة عن معالج بطول 32 Bit يستخدم في الحاسبات فتصنف من هذا النوع Berkeley Risk 1 هذا المعالج يدعم 32 Bit Addresses هناك 32 Bit Addresses مختلفة يمكن الوصول إليها بهذا المعالج كما أنه يدعم إما 8 Bit أو 16 Bit أو 32 Bit Data إذا كان يدعم 8 Bit فهذه تسمى Pi 16 Bit تسمى Short Weight و 32 Bit تسمى Long Weight Data إذن ال Berkeley Risk يستطيع أن يدعم حتى 32 Bit من الأدرس فيه و يدعم أحد أنواع الـ Data إما Pied أو Short Weight أو Long Weight نعني إما 8 Bit أو 16 Bit أو 32 Bit Data طيب، كم Bit في تعليمة هذا النوع من الحاسبات؟ الـ Berkeley Risk has 32 Bit Instruction Format يعني الـ Instruction من صفر وحتى 31 Bit و يموعها 32 Bit وهو عدد ثابت لأننا قلنا من خصائص الحاسبات من النوع Risk أن لها Fixed Length Instruction Format طيب، كم عدد الـ Addressing Mods في هذا النوع نتوقع أن تكون قليلة لأنه أيضا من خصائص الـ Berkeley من خصائص الـ Risk Computers إنها عندها Few Addressing Mods و فعلا، هذا النوع الـ Berkeley Risk له ثلاثة Addressing Mods إما Immediate Operant Mode أو Register Mode أو Relative Mode ثلاثة أنواع أو أنماط مختلفة للعنوان ماذا عن عدد التعليمات في هذا الحاسب؟ هذا الحاسب له 31 تعليم فقط Berkeley Risk has a total of 31 Instructions طبعا، Instructions من كاتجوريز مختلفة يعني Data Transfer أو Data Manipulation أو Program Control Instructions طيب، قلنا أن الـ Berkeley Risk له 3 Addressing Mods موضحة في هذه الـ Instruction Format أمامك النوع الأول Register Mode النوع الثاني Register Immediate Mode المقصود Immediate Operant والنوع الثالث الـ Program Counter Counter Relative Mode طبعا، إذا نظرت إلى هذه الـ Formats الثلاث ستجد أنها كلها تتكون من 32 Bit لماذا؟ لأن عدد الـ Bits ثابت في هذا النوع من أنواع الحاسبات وهو 32 Bit ما يختلف بين هذه الموض هو الحقول المكونة للتعليم أو الـ Instructions Fields تشترك كلها في أن لديها UpCalled Field به 8 Bit من 24 إلى 31 8 Bit هنا وهنا 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 نوع الـ Register Mode فيه Destination Register Field وهذا يتكون من 5 Bit وفيه Source Register Field يتكون من 14 وحتى 18 وهذه أددها 5 Bit أيضا وهذه الـ Bit رغم 13 في التعليمة هي التي تحدد أي نوع من المود هل هو Register أم Register Immediate إذا كان هذه الـ Bit تساوي صفر فهذا المود هو Register Mode في هذا المود هناك عدد من الـ Bit غير مستخدمة من 5 إلى 10 وهناك Source 2 Field به خمسة Bit أيضا إذن في هذه الخانة عندنا 1 Bit وهنا 8 وهنا 5 وهنا 5 وهنا 5 15 زائد 8 ب 23 زائد 1 24 من الـ 32 باقي 8 bits not used في هذا النوع من الـ Register Mode هذه الـ Destination Register والـ Source Register والـ Source رغم 2 هذه هي التي نجد فيها الـ Data حسب الـ Operation الموجودة في الـ Op Code نجري العمليات على Data تستجلب إما من الـ RS أو الـ S2 ويوضع ناتج العملية في الـ Destination Register هذا في Register Mode أما إذا كانت البت رغم 13 تساوي 1 فإننا ننتقل من الـ Register Mode إلى الـ Register Immediate 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 Operant Mode ما هو الاختلاق بين الـ Register Immediate Mode والـ Register Mode نرى نرى أنه ما زال لدينا 8 bits في الـ Op Code و 5 bits في Destination Register و 5 bits في Source Register وهذه بيت رغم 13 و كل باقي الـ bits التي لم تكن تستخدم في النوع الأول هناك 13 bits تمثل لنا Source 2 في هذا النوع من أنواع الـ Addressing Mode إذن الـ Register Immediate Operant Mode أو الـ Register Immediate Mode فيه الـ S2 تصبح 13 bit بدل ما كانت 5 bits ليصبح مجموع الـ bits هو 32 bit كاملة أيضا العمليات تتم بين الـ Operants المستجلة من RS و S2 و في هذه الحالة S2 يمثل Immediate Operant يعني الموجود في S2 هو الـ Operant و ليس هو عنوان نحصل فيه على الـ Operant مثل ما كان الحال في الـ Register Mode في الـ Register Mode الـ S2 تعطينا عنوان نجد فيه أو يأخذنا إلى الـ Operant أما في حالة الـ Register Immediate Operant فما نجده بالـ S2 هو Operant جاهز مع هذا الـ Operant ومع ما نجده في RS S تتم العملية و يخزن الناتج في RD أو Destination Register النوع الثالث هو Program Counter Relative Mode هذا النوع يستخدم عادة مع Conditional Branch Instructions لذلك نجد هناك Opcode فيه 8 ونجد Condition Field فيه 5 وكل باقي الـ Bits التي عددها 19 تذهب إلى الـ Y ما هي الـ Y؟ هي الـ Relative Address الذي تعتمد عليه الـ BC Relative Mode في عمليات Branch إذن هذه هي الثلاثة Instructions Formats التي توضح Addressing Modes المستخدمة في حاسبات من نوع Berkeley Risk طيب ما هي التعليمات التي يقوم بتنفيذها هذا النوع من الحاسبات Some Berkeley Risk One Instructions قلنا في هذا الدرس أن حاسبات الـ Berkeley Risk لها مجموعه 31 Instructions هذا الجدول يوضح بعضا منها حاولنا أن نأخذ أنواع مختلفة من التعليمات لنغطي الأصناف الثلاثة وهذه النوعين من نوع Data Manipulation لأنها تجري عمليات على الـ Data وهذه النوعين من نوع Data Transfer وهذه Data Manipulation Instruction وهذه Data Transfer Instruction ونعرف أن الفرق بين الـ Data Manipulation Instructions و Data Transfer Instructions إن الـ Data Manipulation تقوم بإجراء عمليات على الـ Data وبالتالي تتغير محتويات الـ Data بينما الـ Data Transfer هي عملية نقل للبيانات بدون أن نغير محتواها أما التعليمتين الأخيرتين وهما من نوع الـ Program Control لماذا؟ لأنهم يسبب انتقال إلى عنوان في تنفيذ التعليمات غير العنوان الذي عليه الدور هذه التعليمات تكسر التسلسل الطبيعي للبرامج بالقفز إلى مكان جديد في البرنامج هذه التعليمات هي تعليم الأولى تعليم الجمع Add ما هي الـ Operance التي تدخل في هذه التعليمات تدخل الـ RS والـ S2 مع Destination Register وشكل التعليم بالRegister Transfer Language هو هكذا إجمع محتويات S2 إلى محتويات RS وضع الناتج في RD هذا يسمى Integer Addition وهذه تعليمات حسابية التعليمات التالية الآن هي تعليمات منطقية أيضاً يدخل فيها الـ Operance من RS و S2 و RD وشكل التعليمات التعليمات و التعليمات إلى التعليمات المستخدمة أعلمات التعليمات التعليمات load long التعليمة هي تعليمة load ولكن بما أنها تتعامل مع data من نوع long word data فنطلق عليها load long وتدخل فيها RS و S2 و RD و شكل الRegister Transfer Language لهذه التعليمة هو محتوى مكان في الزاكرة معرف بمجموع محتويات RS و S2 ينقل إلى Destination Register فهذه عملية load تجلب معلومة موجودة في الزاكرة الموقع في الزاكرة الموجود فيه هذه المعلومة يحدد بمجموع محتوياء RS و S2 ثم نأخذ المعلومة إلى RD وهذه معلومة تسمى load long لتعاملها مع long word data المعلومة التعليمة التالية هي STS أو Store Short أيضا تدخل الRD والRS والS2 في هذه التعليمة وهذه تعليمة Store يعني كتابة إلى موقع في الزاكرة نأخذ ما موجود في RD و نخزنه في موقع الزاكرة يحدد بمجموع RS و S2 وبما أننا في هذه الحالة نتعامل مع short word data أي 16 bit data تسميناها store short load long تتعامل مع 32 bit data لذلك هي long word data short word data تتعامل مع 16 bit data طيب التعليمة التالية هي jump relative g j m p r ويدخل كاوبرانس فيها محتوى حق للكوند ومحتوى حق الواي وبسبب هذه التعليمة يتم جمع الواي إلى البروغرام كاونتر وتخزين الناتج في البروغرام كاونتر وهذا قفص إلى رقم جديد أو موقع جديد في تنفيذ البرامج يحدد بمجموع ما كان موجود مسبقا في البروغرام كاونتر زايد ما هو موجود في حق الواي التعليمة الأخيرة من تعليمات البركلي ريسك التي نأخذها كمثال هي تعليمة جيت لاست بروغرام كاونتر جي تي ال بي سي ويدخل فيها كاوبرانت فقط الار دي ونأخذ في تنفيذ هذه العملية محتوى البروغرام كاونتر إلى الار دي فكأننا جلبنا الرغم الموجود في البروغرام كاونتر وهو آخر رغم للتعليمة التي يتم تنفيذها إذن هذه أيضا من أنواع البروغرام كونترول انستركشنز وهي جيت لاست بروغرام كاونتر هذه عين من التعليمات المستخدمة في الحاسبات من نوع بيركل ريسك وطبعا العدد الكامل للتعليمات في هذا النوع هو 31 لكننا استعرضنا 6 كأمثلة فقط ويمكنك الرجوع إلى المراجع للاطلاع على باقي تعليمات هذه الحاسبات ترجمة نانسي قنقر